في الفيديو متاع اليوم مش نحكيه على تحديثات عاجلة واكيدة كانت من موقع جوجل التحديثات هذية تهم جميع خدمات اللي تقدمها جوجل للمستخدمين متاحها واللي ربما التحديث هذية كان تحديث منتظر منذ مدة وفيه العديد من الاشياء اللي اكيد تهمكم وخصوصا انه جوجل قالت في التحديث هذية واعطات لنفسها الحق في التحديث هذية انها تقوم بمسح بيانات المستخدمين اذا كان ما تقيدوش بشروط معينة موجودة في الايميل هذية المعلومات هذية كل بش نحكيه عليها في الفيديو متاعنا اليوم لذا نخليكم تتفرجوا في الفيديو قبل ما تتفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك ونخليكم مع الفيديو بالنسبة للتحديثات الموجودة في الايميل هذية اللي ارسلته جوجل لبعض المستخدمين لحقيقة لانه عندي اكثر من حساب على الجيميل ولحقيقة الايميل هذية ما وصلنيش على جميع الحسابات متاعي بل وصلني فقط على بعض الحسابات بالنسبة للمحتوى متاع الايميل هذية اللي ارسلته جوجل فانه يشمل خدمات جيميل اي خدمة البريد الالكتروني خدمة جوجل درايف اللي تحتوي على خدمات داخلها مثل جوجل دوكس شيت سلايتس دروينج الفورمس الى اخره وكذلك خدمات جوجل فوتو بالنسبة للتحديث هذية اللي جوجل قامت كما قلنا بالارسال متاعه المحتوى متاعه هو انك اذا كانك ما استعملتش البريد الالكتروني متاعك لمدة سنتين فانه جوجل تمنح لنفسها الحق في مسح جميع البيانات الموجودة على هذا الايميل وكذلك البيانات الموجودة على الحسابات الاخرى المرتبطة بالايميل كما حساب الدرايف وحساب الجوجل فوتو يعني اذا كانك عندك ادريس ايميل وعندك عليها بيانات شخصية خاصة بيك وما قمتش بفتح الايميل هذية لمدة سنتين فانه جوجل نعود نقول تمنح لنفسها الحق في مسح جميع البيانات هذية كيف كيف زادة عندك حالة اخرى الحالة هذية اذا كانك قمت بتجاوز الحد المسموح او السعة المسموح بها للتخزين اللي هي 15 جيجا بايت اذا كان قمت بتجاوز متاحة لمدة سنتين فانه جوجل كيف كيف تمنح لنفسها الحق في مسح جميع البيانات الخاصة بيك بالنسبة للقانون الجديد هذية من جوجل يبدأ تطبيق متاعه بداية من يوم 1 جوان 2021 وهذا ما يعني انه اول اشخاص بيش يكونوا ضحايا للقانون هذية بيش يكونوا بداية من 1 جوان 2023 يعني بعد مرور سنتين بالتمام والكمال جوجل هنا بيش تأمن نفسها قالت انها بيش تقوم بارسال تحذيرات للاشخاص اللي نجم يتطبق عليهم القانون هذية منذ او بداية من 1 جوان 2021 كما انه كذلك لهنا اتاحت الفرصة للاشخاص اللي يمتلكوا معنا حسابات قولوا احنا بريميم يعني يقوموا بخلاص معلوم الجوجل فانه جوجل هنا زادة كيف كيف قالت انه بالنسبة معناها للاشخاص اللي كما موجود لهنا اعفوا ما اربعهم بشي احكيو عليه من بعض اللي يمتلكوا حسابات بريميم يعني لهنا قالونا انه حتى اذا كان جوجل قامت بمسح المعلومات متاعك فانه يبقى بامكانك انك تدخل للبريد الالكتروني متاعك وتدخل للخدمات وهذا يا اللي المعنى متاعه انه حتى اذا كانك ما استعملتش البريد متاعك كما سبقه كلنا وقامت جوجل بفسخ الحسابة متاعك وبمسح المعطيات اللي موجودة فيه فانه تبقى قادر على على معناها انك تدخل للحسابة متاعك بالنسبة للاشخاص بالطبيعة اللي يمتلكوا حسابات بريميم عند جوجل يعني الاشخاص اللي يقوموا بيدفع معلوم شهري او سنوي عند جوجل معناها للاحتفاظ بالبيانات متاحهم والزيادة مساحة التخزين بالنسبة لهم فانه القانون هذية لا يشملهم لانهم يدفعوا في معاليم يعني بالنسبة لجوجل الحسابات متاحهم لازمها تبقى اكتف واكيد دونك نشوفوا انه التحديث هذية هو تحديث جاء من جوجل بالطبيعة يمكن لربح مساحة التخزين اللي ربما قاعدين بعض الاشخاص يستعملوا فيها او لربح مساحة التخزين للعديد من الحسابات اللي ماهيش قاعدين اصحابها يستخدموا فيها اكيد انه يوجد ملايين كان مش مئات الملايين من الحسابات اللي معادش الاشخاص يستعملوا فيها واللي البيانات متاحها بقات مخزنة لدى جوجل خطوة منطقية بالنسبة لشركة كبيرة تحب تقلل من المصاريف متاحها وتحب تربح مساحات التخزين الموجودة في البريد الإلكتروني اللي الأشخاص ما مش قاعدين يستعملوا فيه لكن زادة كيف كيف ربما الخطوة هذه قد تظلم بعض الأشخاص وتخليهم يخسروا معطيات ربما ما ينجموش يعوضوها في وقت لاحق موضوع للمتابعة في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة زادة كيف كيف إن شاء الله معناها تاخذوا احتياطاتكم على الحكاية هذه بيش ما تتضروش منها وإن شاء الله معناها ناس الكل تعرف كيفاش تحافظوا على البيانات أمتعكم إن شاء الله يكون الفيديو متاعنا اليوم أعجبكم إن شاء الله يكون المحتوى متاعنا أعجبكم إذا كان عجبتكم الفيديو ما تنسيوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم أشعار وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقى لكم شكو لكم إلى اللقاء